خوفيسر ماهي خطة اليوم سوف نسرك بنك اسبوانيا هل انتم مستعدون يبدو ان هناك مواطنين بالداخل الجميع الى الارض يا اله انهم لصوص سلموا انفسكم انتم محاصرون توقف مرحبا اصدقائي اليوم سوف اريكم دليل شامل لانشاء اي فيلم سينمائي كما شاهدتم في البداية بمواقع الدكاة الاصطناعي مجانية لم تسمع عنها من قبل اني صراحة لم اشاهد احد في العرب سوف يتطرق اليها كما سوف نفعل في هذا الفيديو لن نستعمل شارج جي بي تي او بي كالاب سنستعمل طرق رائعة لانشاء قصص وسيناريوهات ومطالبات خاصة بالصور وكيفية تصفية وتحسين جودة الفيديوهات بطريقة رهيبة وتحويل فيديوهات من اربعة تواني الى فريمات وعبارة عن اربعين صورة مثلا وكيفية تحسين الجودة بعدها وكيفية اعادة جمع الصور على شكل فيديو في موقع رين واي اي اي بطريقة رائعة ايضا سوف نتعرف على مواقع يمكنك من خلالها ربط الفيديو والصوت بطريقة جنونية كما تشاهدون الان تحريك كل شيء بالتناسق حتى تحصل على فيديو او فيلم واقعي وبهذه الطريقة ايضا قمنا بانشاء فيلم لاكاسا دي بابر قمت سابقا بوضعي في القناة لكن ان لم اتطرق الي الشرح سوف اضع جزء منه في اخر الفيديو لكي لا يكون الفيديو طويل واذا كنتم تشاهدون الاول مرة مرحبا بكم في قناتنا لا تنسوا اشتراك وتفعيل جزارة والتعليق اراكم تهمونا ودعمكم كذلك ننتقل مباشرة اي شرح اول خطوة نتوجه لمتصفح الخاص بنا نكتب جرافيديو الرايت هذا الموقع الرائع لانشاء السكريبت والصور ومجموعة من الخصائص صراحة هذا الموقع يحتاج فيديو لوحده نضغط فقط على ستار والرايسنج فور فري ثم نقوم بتشجيل بارجيما الخاص بنا كما العادة كما قلت لكم هذا الموقع الرائع يحتاج فيديو لوحده في الجانب لديك مجموعة من الخصائص والميزات لكن في هذا الفيديو سوف نكتفي فقط بانشاء السكريبت والصور نضغط في الجانب على فيلم مايكينج تول ثم نزل الى موفي سريل سكريبت نضغط عليه هنا سوف نقوم بتقديم بعض المعلومات لموقع لكي ينشي علينا النص الخاص بنا هنا سوف نقوم بتحديد نوع وتوقيت الفيلم وفكرة الفيلم سوف اكتب مثلا اكسيون يمكنك اختيار رومانتيك او فونتازي ما تريد ثم سوف اقوم بتحديد دقيقتين مثلا للفيلم او للنص هنا سوف اقوم باعطاء فكرة حول الفيلم الذي اريده مثلا ماكس سوف يحاول سرقة البنك وتحدث مواجهة مع الشرطة اضغط على كرييت ثم انتظر قليل اذا لاحظتم في الجانب يبدأ الموقع باعطائك النص بطريقة رائعة مع تحديد الوقت كما تشاهدون الى ان وصل الى دقيقتين والسكريبت يكون احترافي ودقيق الان نحتاج الى مطالبات خاصة بالصور هذا الموقع سوف نعمل بالصيغة المجانية اذا انتهت معك يمكنك تشجيع بالجمع الاخر سوف اقوم الان بنسخ النص كما تشاهدون عن طريق كوبي ثم اذهب الى الجانب هناك ميزة رائعة في الموقع فقط بالذهب الى هنا سوف نقوم بانشاء مطالبات وذلك عن طريق اعطاء معلومات للموقع سوف نقوم بتحديد نوع الفيلم اكسيون ثم تحديد الستايل يمكنك اختيار ما تريد سوف اقوم باختيار غير الستيك لانني اريده على شكل فيلم هنا سوف اقوم بلصق النص الذي قمنا بتحديد نوعيه في المرحلة السابقة كما شاهدتم الان قم بوضعيه هنا ثم سوف نضغط على بهذه الطريقة نضغط على انتظر قليلا هنا سوف تظهر المطالبات كما تشاهدون الان مطالبات لكل مشهد بالضبط وبالتدقيق دقيقة مع تحديد الصيز وكاميرا وكل شيء مطالبات صراحة رائعة لن تحتاج الذهاب الى موقع اخر من خلال هذه المطالبات سوف نقوم بتوجه الى موقع اخر وهو موقع اليوناردو المجاني سوف نقوم فقط بنسخة المطالبات ووضعيه هنا ثم سوف نبدأ بانشاء الصور هذا الموقع المجاني كما تعرفون نستعمله دائما نضغط على في الاسفل بعد الدخول الى هنا سوف نعود الى الموقع الاول ثم سوف نبدأ بجلب المطالبات الواحدة والاخرى سوف اختار مثلا هذه المطالبة سوف اقوم بالعمل عليها واشترح بالتدقيق ما عليك سوى نسخها ثم وضعها في موقع اليوناردو وتحديد جميع الخصائص لتحصل على صور دقيقة سوف اقوم بنسخها عن طريق ثم سوف اعود الى موقع اليوناردو ثم سوف اقوم بوضعيه في مكان المطالبات مع تحديد كل شيء يجب أن يكون دقيق ثم سوف اقوم بتحديد ثم بعد ذلك سوف ادب الى الجانب اقوم بتحديد عدد الصور التي اريدها انزل الى اسفل اقوم بتحديد كذلك ستة عشر على تسعة ثم ستايل اليوناردو ثم بعد ذلك ادب الى جانب جينيريت انتظر قليلا وهذه الصور التي حصلت عليها اختر الصور التي تناسبك هذه الطريقة التي يجب عليك اتباعها قم بوضع المطالبات الوحدة والاخرى اي صورة اعجبتك قم بتحميلها بالضغط على الصورة ثم دوناد بكل سهولة ثم ابدأ بجلب المطالبات الوحدة تلواء الاخرى كلما كانت المطالبة دقيقة تحصل على صور دقيقة هذه الصور التي حصلت عليها جميعها كما تشاهدون الان ما يلقصون الان هو تحويل هذه الصور الى فيديوهات لكن ليس بالطريقة الاعتيادية سوف نذهب الى موقع نكتب على متصفح الخاص بنا ثم نضغط على هذا الموقع الرائع به ميزات متعددة نضغط على سوف تشاهدون ميزات رائعة بعد قليل اي بعد هذه المرحلة اذا شاهدتم في الاعلى يعطيك مية وخمسة ثواني في البداية اذا انتهت معك يجب تشجيل او الاشتراك في خطة مدفوعة او تشجيل بجمال اخر اضغط هنا ثم سوف يقوم بتحميل صورة سوف اقوم بتحميل هذه الصورة مثلا لان اريد التعديل عليها بعد هذه المرحلة سوف تشاهدون ماذا سوف نفعل بعد التعديل نضغط على ثم ننتظر قليل الان موقع قام بتحويل الصورة الى فيديو كما تشاهدون الان بطريقة رائعة مع الكسي والضغط هنا وتحميلها الان سوف نقوم بتكرار الامر سوف اقوم بازالتها لكن سوف اقوم بتحميل الصورة واضافة النص هذه الطريقة ايضا موجودة في هذا الموقع معلك سوف اقوم بكتابة نصمة سوف اقوم بكتابة كاميرا زوم اين اي ان الكاميرا سوف تبدأ بالتوجيق ببطء الى الوجه او الى الشخصية معلك سوف تحميلها ايضا الان ما عليكم سوى اتمام جميع الفيديوهات بنفس الطريقة ولكن نحصل على مثل هذا الفيديو سوف نسرك بنك اسبانيا هل انتم مستعدون كما شاهدتم الان هذا الفيديو الوجه والفم يتحركان بتناسق مع الصوت اولا سوف نقوم بانشاء الصوت لذلك توجهت الى قمت بكتابتي على متصفح كروم ثم اضغط على الرابط الان سوف اقوم بتشجيل او بانشاء الصوت اولا كما تشاهدوا الان اقوم بتحديد الشخصية التي سوف تقوم بالتكلم مثلا سوف اقوم بتحديد هذا الصوت كما تشاهدون اقوم بالضغط عليه ثم هنا سوف اقوم بكتابة النص الذي سوف اضعوه على على الفيديو سوف نسرك بنك اسبانيا ثم اضغط على بعد التأكد منه اقوم بتحميله. الان سوف اوريكم طريقة رائعة. دوره هو التنسيق بين حركة الوجه هو الفم والصوت لذلك قمت بالدابط لما تصفح كروم قمت بكتابة اسم الموقع كما تشاهدون اضغط على الرابط هذا الموقع مجاني اضغط على كما قلت لكم مجاني وبسيط الاستعمال كمشاهدون لديك امتلة حول الفيديوهات ليشرح لكم طريقة الاستعمال طريقة سهلة وبسيطة تقوم فقط بتحميل الصوت والفيديو الذي تريده اضغط على فيديو اضغط على هذا المكان ثم سوف نقوم بتحميل الفيديو الخاص فينا الذي قمنا بانشائه عن طريق رينوي ثم في الجانب سوف اذهب بعد تحديد الفيديو اذهب الى الجانب اقوم بالضغط على هذا المكان اضافة الصوت لديك خيارين اما اضافة نص كتابي وتقوم او يقوم الموقع بتحويله الى الصوت او بانشاء او اضافة صوت معدل ثم نقوم باضافة الصوت الذي انشأناه في بعد التحميل تذهب الى الاعلى تقوم بتفعيله عن طريق الزر الذي يوجد في الجانب تقوم بتفعيله ثم بتحديد الفيديو اندل الى الاسفل وقم بالضغط على ثم انتظر قليلا بعد التواني وهذه هي النتيجة الان لم يتبقى لنا سوى تحميل الفيديو نضغط بالجانب الايمن لماوس ثم انرجستري الفيديو ثم بعد ذلك نقوم بتحميله على الحاسوب والاحتفاظ به الان سوف اتوجه بكم الى فكرة اخرى وهي تحسين جودة الفيديو بعدما تكون قد انشأتم جميع الفيديوهات هذه الخطوة الرائعة واضن انك لم تشاهدها من قبل سوف نقوم بتحسين الفيديو وجودته لكن سوف نتوجه الى موقع الان هذا الموقع سوف نكتبه على كما العادة نضغط على الرابط الاول به خطط مدفوعة لكن سوف نستغل الخطة مجانية كما العادة يقوم باعطائك امكانية تجربته بالمجان نضغط عليها ثم بعد ذلك سوف نضغط على الجانب الايمن او في الاعلى نقوم بتشجيل الجماع الخاص بنا كما العادة بعد تشجيل سوف نقوم بالضغط على في الاسفل ثم بعد ذلك سوف نضغط على ثم سوف نقوم بتجربته بالمجان هذا الفيديو يمكنكم تحسين جودة الفيديو. لكن لا يقبل الفيديو. يقبل فقط الصور. لذلك سوف نتوجه الى موقع اخر. هذا الموقع نضغط على الرابط الاول. يمكنك من تحويل اي فيديو الى فريمات اي الى صور متعددة. اي لقطة بلقطة. سوف تشاهدون الامر به عدة خصائص ايضا. لكن سوف نقوم بشرح فقط هذه الخاصية. نذهب الى الاعلى. هنا سوف نقوم بتحديد صيغة فيديو على شكل كما سوف تشاهدون الان. نقوم بتحديد فيديو. اي سوف ننتقل من فيديو الى ايماج بكل سهولة. نقوم بتحديد هنا الى مدى تريد تحويل الفيديو. اي الى ايماج على شكل بعد قليل سوف تتحول لك هذه الواجهة. هنا يطلب منك تحميل الفيديو الذي تريد تحويله الى صور. اي من الضروري تحديد الفيديو. نضغط على اوفريل. ننتقل قليل نزيل الى الاسفل ثم نذهب الى ديماغي. نقوم ببدأ عملية التحويل. سوف يتحول الان الفيديو الى مجموعة من الصور. اي لقطة بلقطة. وبهذه الطريقة حصلنا على الصور كما تشاهدون. لن نقوم بتحميل كل صورة على حدة. سوف نذهب الى الاعلى. سوف نقوم بتحميل جميع الصور على شكل فيشي زيب. بهذه الطريقة تم تحميل الفيشي على الحسوب الخاص بنا. كما تشاهدون في الاعلى. يمكنك الضغط عليها. والانتقال الى مكان التحميل. وبعد ما حصلنا على الصور نعود من جديد للموقع الخاص بنا الاول لكي نحسن من جودة الصور. نضغط على اكسترا. ثم ننزل الى اسفل نضغط على هذا المكان بعد بروسس. ثم في الاسفل نقوم بتحميل الصور. بعدما قمت بفك الضغط على الفيشي زيب. هذه الصور ستة عشر صورة. قام بإعطائي لي. لفيديو من اربعة ثواني لكي تلاحظوا ان الموقع يقوم بتدقيق وتحسين الصور بشكل رائع. لكي نقوم بتخصيص الاعدادات. نزل الى هذا المكان. ثم سوف نقوم بالضغط هنا. نقوم بتحديد هذه الخاصية. ثم اذهب الى هذا المكان ايضا. اقوم بالذهب الى الاخير لتحسين جودة الصور. كذلك هذا المكان هنا الى منتصف. كل من حسب النظرية يقوم بتجربة اي ميزة على حدة. بعد الانتهاء سوف اضغط على انتظر قليلا. الان الموقع سوف يقوم بتعديل على كل صورة على حدة. هذا الموقع رائح صراحة كما تشاهدون صراحة الجودة تغيرت بنسبة كبيرة والصور اصبحت اكثر واقعية. الان سوف اذهب الى جانب اضغط على هذا المكان لكي يقوم الموقع ايضا بجمع الصور على شكل فيشي زيب. واقوم بتحميله على الحاسوب الخاص بي اضغط هنا مثلا اقوم بفتح الفيشي ثم سوف اضغط في هذا المكان او هذه الفيشية هنا سوف تجد جميع الصور المعدلة. يمكنك تجربة اضغط هنا كما تشاهدون الصورة صراحة اصبحت اكثر دقة وروعة. الان مع عليكم سوى تكرار الامر مع جميع الفيديوهات وتحويلها الى الصور وبالتالي تحصلون على صور دقيقة. لكن الان لا اصبح لدينا الصور بدل الفيديوهات. الان سوف اتواجه بكم الى موقع من جديد. سوف اريكم ميزة رائعة لكي نقوم بجمع هذه الصور وتصبح لنا على شكل فيديو من جديد لكن بدقة عالية. ما عليك سوى الدخول الى موقع كما قلت لكم وتوجه الى الجانب اضغط على هنا سوف نذهب الى هذه الخاصية او هذه الميزة في الجانب نضغط عليها هنا سوف نقوم بتحميل الصور المعدلة من جديد للفيديو الذي قمنا بالعمل عليه في المرحلة السابقة. اقوم بجلبه بعدما قمت بفكة الضغط على اقوم بتحميلهم هنا. انتظر قليلا وهذه النتيجة تم تحميله على الموقع. الان سوف اذهب الى الجانب سوف اقوم بالتعديل قليلا على الاعدادات سوف اقوم بنقطة من او كليب اقوم بجعله على ثلاثة مثلا. ثم سوف اضغط على الموقع سوف يقوم بجمع الصور وتحويلها الى فيديو. كما سوف تشاهدون الان الفيديو اصبح والصور باكسر دقة ومعدلة بطريقة رائعة. سوف اقوم الان بتحميل الفيديو اضغط على اضغط على انتظر قليلا في الاسفل سوف تظهر معك هذه العلامة بعد انتهاء التحميل اضغط على ثم يتوجه بك الى هذه الوجهة انزل الى الاسفل اول فيش او اول فيديو هو الفيديو الخاص بك اضغط على هذا المكان ثم بكل سهولة الان انتظر قليلا سوف يحمي على الحاسوب وبنفس الطريقة اقوم بتكراري على نفس الفيديوهات وهذه النتيجة كما تشاهدون الان. الان لم يتبقى لانتبو جمع جميع الفيديوهات وجميع العناصر في برنامج للكاب كات مثلا للمونتاج قمت بوضع جميع الفيديوهات والاوديوهات في البرنامج وقمت بوضعها في التايم لاين وترتيبها بالشكل الذي يناسب السيناريو كذلك قمت بوضع بعض الاوديوهات التي وضعتها في الفيلم كما شاهدتم الان او في المشهد بهذه الطريقة الان نحتاج الى موسيقى تكون ملحمية ومجانية وبدو الحقوق لذلك توجد الى بيكساباي هذا الموقع الذي به موسيقى وصور وفيديوهات يوفرها بدون حقوق كذلك سوف اكتب الان في خانة البحث سينيماتيك ايبكتريرل هذه الموسيقى الخاصة بالدراما او الاكسن قمت بتجربة بعض الموسيقى واعجبتني هذه الموسيقى الاولى كما اشتاعدون اي موسيقى موجودة في هذه العلامة يعني انك من الضرور ان تضع اسم الكاتب او اسم المؤلف في الوصف الخاص باليوتيوب اقوم بتحميل الموسيقى الاولى لن احتاج لوضع اسم المؤلف سوف اقوم بالعودة الى برنامج كابكات ثم سوف اقوم بوضعها في التايم لاين كذلك قمت باضافة بعض المؤثرات مثل مثل صوت سيارة الشرطة والراديو كذلك بعد ان تعمل كل شيء قمت ايضا باضافة اسم على الفيديو فقط لكي اضفية طابعة على الفيديو الخاص به ثم ذهبت الى قمت بجلب هذا الاطار لكي اعدل على الالوان الخاصة بهالفيديو في الجانب سوف اقوم باضافة قليلا من الو الازرق والاحمر والبنفسجي لكي يظهر الفيديو بشكل رائع بعد التعديل سوف اقوم بالجر الى اخر الفيديو كذلك الى اول الفيديو بعدما قمت بالتعديل على كل شيء سوف اقوم بتحميل الفيديو بكل سهولة بصيغة الف وتمانون ثم اكسبورت اذا بقيت معي الى هنا اشكرك جزيلا لكن هناك منفعة كبيرة ومواقع رائعة كما شاهدتم في هذا الفيديو واذا كنت تشاهدوني لاول مرة مرحبا بكم في قناتنا اشكركم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل جرس وتعليق اراكم تهمونا نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم